بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويفضل حمد الحامدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بحر أنوار الله ومعدن أسراره ولسان حجته وعروس مملكته وطراز ملكه وخزائن رحمته وطريق شريعة الله المتلدد بتوحيده بمشاهداته عين أعيان خلق الله المتقدم في بحار أنواره صلاة يا رب تحل بها عقدتنا وتفرج بها كربتنا وتنقذ بها وحلتنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير قبل أن نشرع في شرح هذا الدرس اللي هو شق الأرض لاستخراج الكنوز وهو مهم تلبية لطلبات طلبات والرغبات للطلب الأعزاء فمحمد أبو حور المغرب الروحاني يقدم لكم هذا الدرس وقبل تقديمه نقول وعلى الله حسن القبول قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير قال أيضا وأن الله هو العلي الكبير وشرحه ومعناه أيها السادة أن الكبير هو الكبير في عظمته عن مشاهدة الحواس وإذراك العقول للا ينازعه في كبريائه أحد ولا تهتدي العقول لوصف عظمته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من الموجودات كلها وأعلى وأعظم وأعز في كل شيء الله أكبر في الموجودات من الموجودات كلها وأعلى وأعظم وأعز من كل شيء وهو أكبر من أن يقاص به شيء فسبحانه هو العلي الكبير ولقد جاء أيها الأحباب في الأسماء الإدريسية أنه من قال يا كبير يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته لوصف عظمته يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته أدى الله عنه دينه من أراد أن يؤدي الله عنه دينه يقول يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته أدى الله عنه دينه واتسع رزقه ما دام يتل هذا هذا الاسم وإن داوم على ذكره معزول عن وظيفته سمع أيها المعزول عن وظيفته كل يوم ألف مرة وهو صائم فإنه يرجع إلى وظيفته بإذن الله تعالى من داوم على ذكر يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته يرجعه الله إلى وظيفته شريطة أن يذكره ألف مرة كل يوم وهو صائم بإذن الله تعالى فتداووا يا أحبابي يا طلابي الكرام من الذنوب واعلموا وفقني الله وإياكم أنه بذكر الأسماء تتداوى القلوب بذكر الأسماء تتداوى القلوب ولقد جاء في الحديث النبوي الشريف لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر والمرجع إلى ما نحن بصدده على وهو هذا الدرس الشيخ للكنوز لشق الأرض تشق الأرض فيخرجوا الكنس فخودوا بدوني حفر بدوني أي عداب وذلك شرحتوه هنا باللغة العربية والفرنسية باللغتين شق الأرض لستخراج الكنوز كمان دي وزيüه لنطلده كمان دي وزيه لنطلده كمان دي وزيه لنطلده كمان دي وانطلده أولا أشترحوه باللغة العربية لأن الوغتنا العربية هي لغة الجنة لغة القرآن هي اللغة المعظبة واللغة الوخرة كذلك من الله عز وجل لقاوله و لله اختلاف والسناتكم وألوانكم ألسنتكم وألوانكم فالألسن كلها لله خذ على بركة الله قذيبا من شجرة اللوز خذ قذيب من شجرة اللوز واكتب عليه هذه الآية فعصى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمي خذ قذيبا من شجرة اللوز يكون في خمسة أشبار أو دراع من الكتيف إلى الأصبع الوصدى خذ على بركة الله قذيب من شجرة اللوز يكون في خمسة أشبار واكتب عليه هذه الآية الكريمة فعصى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين تكتبها على القذيب اللي هو من لوز تنجره تنجره وتطهره جيدا ويكون مستقيم لا عوجاجة فيه تكتب عليه هذه الآية فعصى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم وقرأ على الموضع المتهم صورة الزلزالة صورة الزلزالة ببسمالة واحدة في الأول ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخضارها بأن ربك أو حالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرع مالا فمن يعمل متقال درة خير يراه ومن يعمل متقال درة شر يراه تسعمائة مرة تقرأ الموضع تسعمائة مرة وعلى رأس كل مئة تقرأ الآية هذه فعصى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم ناديمين وتضرب بعصاك الموضع في الأرض هكذا تضرب بعصاك بالقديب يعني بالعصى هي القديب من اللوز تضرب به في الأخير تضرب به الأرض وتقول يا أرض افتحي كنوزك بحق هذه الآية يا أرض افتحي كنوزك بحق هذه الآية سهلة سهلة جدا فإنها تنشق الأرض وتسمع دويا كالرعد ويخرج منها خادم المكان كالصاعقة ويجوز عن يصارك ويجب عليك أن تكون عن يمينه وتكون محصنا بآية الكرسي ولياسين ليلا يضرك بشيء واعلم أنه خادم أن هذا الخادم العفريت المكلف بذلك الكنز استخرجي الكنز وتصدق على المساكين والفقراء واحمد الله عز وجل واكتم أمرك ينجح مرادك في كل شيء والآن انتقلوا بحضاراتكم إلى شرحيه و ترجمته هذا الموضوع بلغة الفرنسية كمان بحضارةك كمان بحضارةuch كمان بحضاراتك ما بحضار م sonic استخرجه كمان بحضارك 1 من ي Caleb أعطيه أنه أن ألطرح بأنه لكيشها الأماندية ثموات تصدر إن فتركت أسماء أليس في صندوق أين وسطح بأنه من إغراض وقالي الرجال تحريره على سطح بأنه سطح بأن تحريرها سطح بأنك أخفحة كل نفسية سيكرة وأسنذا رأسنذا على زالزالة 900 fois. À l'endroit affecté. Et à la tête de chaque 100 fois, lisez le même verset ci-dessus. Lisez le même verset ci-dessus. Et frappez l'endroit affecté avec votre bâton et dites, « Ô terre, ouvre tes trésors pour l'amour de ce verset. » Alors, la terre se fondera et vous entendrez un coup de tonnerre et le serviteur de ce lieu sortira comme un coup de foudre. Prenez le trésor et n'oubliez jamais, n'oubliez pas de donner quelque part en charité aux pauvres. D'après Abu Hur, le Marocain, je vous souhaite des trésors. Je vous souhaite de bons trésors, de riche pour devenir riche. أرجعوا بحضراتكم أيها الإخوة الكرام. وأقول وعلى الله حسن القبول كل من يشك في هذه الأعمال الروحانية لا علاقة له ولا حاجة له بها. لا تشكوا في الأعمال الروحانية ولا في الشيوخ الروحانيين المغاربة الفطاحلة رحمهم الله والذين لا زالوا على قيد الحياة. فإني أصيكم أيها الإخوان الكرام أن تجتهدوا فهذا الباب هو باب باب تشق به الأرض وتستخرج به لكن عليك بالطهارة وبالكتمان أخدمه ليلا أخدمه ليلا وله طريقة ريادة وهي أن تدفع آخر مثلا مبلغا من المال وتجرب به في البداية قبل أن تذهب إلى أو إلى كنز متهوم وتحفظ الآية وتكتبها حروفا مفرقة اكتبها على القذيب قذيب اللوز الحلو قذيب اللوز الحلو من شجرة اللوز يكون لوزها حلو المضاق وتكتب عليه فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسكم تعدمين حروفا مفرقة وقرأ على الموضع أكرر الزلزالة ويجب عليك أن تكون محصنا بالفاتحة وآية الكرسي وياسين والملك والإخلاص والمعوذتين عن يمينك وعن شمالك وأن لا تكتر حضور معك كان معك صديق اخذمك كان طاهرا مومنا فداك لأن هذا الشق شق الأرض لا يحتاج إلى حفار أو إلى غير ذلك وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين في السماوات والأراضين والدين وولدكم الله يارب ارحمهم ارحمهم رحمة واسعة رحمة شاملة أبني لنا ولهم عندك قصورا في الجنة أولادنا أولادكم يا ربي نجينا وتنجيهم من الأمراض والأسقام نجيهم في الامتحانات أحفظ بلدنا أحفظ رجالنا أحفظ ملكنا والملوك أجمعين أحفظ القدات والحكام وسائر الخلائق أجمعين أينما كانوا وحلوا وارتحلوا كل متتبعي هذه القناة أتمنى لهم النجاح والتوفيق إني أحبكم وأقدم لكم الضروس الشيقة وأقدم لكم الضروس الممتازة وأقدم لكم الضروس الصحيحة وحافظ عليها جازاكم الله خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ويغفر الله لي ولكم ولمن قال آمين 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 ترجمة نانسي قنقر